الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمن أعظم الفتن التي شغل بها الوهابية وأهل السنة والمسلمين جميعا قضية أين الله وهذه من القضايا التي جعلوها ساخنة ولم تكن ساخنة في يوم من الأيام أين الله شبهتهم الأصلية في هذا الباب هي حديث مسلم والآن سنقرأ الحديث ونقرأ ما قيل في شرحه الآن شرح مسلم هذه الطبعة الجزء الثالث طبع الدار الحديث بالقاهرة الجزء الثالث صفحة 23 الحديث هو حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وفيه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام كانت لي جارية ترعى غنما لقبل أحد نعم فيقول فاطلعت ذات يوم فإذا ذيب قد ذهب بشات من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون أو يأسفون لكني صاككتها صكة يعني ضربها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال أتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة هذا الحديث سنرى ماذا قال فيه العلماء ونرى كيف عبثه الوهابية بهذا الحديث وجعلوه من المحكم وهو أصلا من المتشابه ليسا من المحكمات وجعلوه ميزانا يوزن به إيمان الناس سبق أن تحدثت عن هذا الحديث في عجالة من الأمر في تسجيل سابق وبينت معتقد أهل السنة في هذا الحديث ونحوه الآن نذكر بشيء أكثر تفصيلا أولا نبدأ بالمحكم في هذا الباب وهو أن الله جل جلاله لا تجري عليه صفات الحادثات هذا أمر متفق عليه عند أهل الإسلام أن الله ليس كمثله شيء هذا أمر متفق عليه عند أهل الإسلام أن الله قائم بذاته لا يحتاج إلى محل ولا إلى مخصص هذا أمر متفق عليه ومجمع عليه عند أهل الإسلام بقي هذا الحديث هل هو من أصول الإيمان التي يختبر الناس بها لاحظ ماذا صنف الإيمان مسلم لم يجعله في كتاب الإيمان وكتاب الإيمان أولا هو في صحيحي أولا جعله في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ومعلوم أن مسلم رحمه الله يجمع الحديث يجمع الأحاديث المتعلقة بذات الموضوع ويجعلها في مكان واحد قل هذه إشارة ليست قضية كبيرة يعني ربما يأتي بعض الوهابية ويعني يعترض عليها ليست هذه قضية كبرى الآن أين الله قبل أن نخوض في كلام أهل العلم العظام والذين هم المفزع في مثل هذا أريد أن أبين ما معنى أين الآن في لغة العرب يطلق على معنيين لا محالة معنى حقيقي وهو ماذا المكان فأين يسأل بها عن المكان هذا حقيقتها وأين أيضا يسأل بها عن الرتبة والمنزلة كما نحن نستعمله في حياتنا اليومية فأقول لشخص أين أنت من فلان ما قصدت بهذا الكلام المكان كل الناس يستخدمون هذا إذن يسأل بها عن المكان ويسأل بها عن المكانة هذه قضية ثانية القضية الثالثة في هذا الباب وهي يا ترى هل يصلح هذا مقياسا للإيمان انتبهوا جيدا يا جماعة يا قوم هل يصلح هذا مقياسا للإيمان يعني إذا كان الإنسان اعتقد أن الله في السماء خلاص هو مؤمن ودخل الجنة هل يوجد أحد من العالمين السلف والخلف قال هذا الوهابيون في ذكر إجماعاتهم الهلامية يزعمون أن اليهود والنصارى والمشركين والسائر الأمام يعتقدون أن الله في السماء إذن ما مزيد هذا بالنسبة للجارية إذن غاية ما في الأمر ما دم الوهابي يصرحون بأن اليهود والنصارى وأن المشركين جميعا يعتقدون أن الله في السماء تمام ويأتون بأدلة وأشياء من هكذا حتى ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك إلى آخره يأتون بهذا دليلا على أن كما ذكر ابن تيمية وابن القيمة هذا كلام عند الوهابي مسلم مفرغ منه أن جميع الأمم تعتقد أن الله في السماء حقيقة سوى أهل الأشعرية وهذا كلام باطل على فكرة غير صحية طيب لنفرض أنه صحيح لنفرض أن جميع الأمم المشركة والكافرة وأهل الكتاب جميعا يقولون بأن الله في السماء حقيقة طيب هذه حينما قالت لها أين الله قالت في السماء من أنت أنت رسول الله هل هذا كاف في تحقيق الإسلام حتى يكون الإنسان مؤمنا أن يعتقد أن الله في السماء إذا جاءكم الآن يا جماعة إنسان يريد أن يسلم من دين آخر تقول له أن أين الله في السماء خلاص تم الأمر بيجمع العلماء أن هذا ليس كافيا طيب لماذا قال لها أين الله قالت في السماء ها إذا أردت أن تفهم هذا فاعلم عرف العرب وقت التنزيل كيف كانوا يتعاملون مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام وكيف يعتقدون في الله يسأل واحدا منهم فيقول له كمت إلها تعبد فيقول ماذا سبعة في الأرض أو أكثر لا أدري وواحدا في السماء فيقول له دع عنك الذي في الأرض وعبد الذي في السماء إذن هؤلاء عندهم آلهة سماوية وآلهة أرضية الله سبحانه وتعالى جعل الآلهة الأرضية شركا الله سبحانه وتعالى في السماء بلا شك الله في السماء وهو العلي الأعلى جل جلاله والذي ينكر علو الله يكون كافر فحجد الأدلة والنصوص على علو الله هو حجد في غير محله لماذا؟ لأنها ليست موضع نزاع نزاعنا مع المجسمة العلو المادي الحسي سماء محسوسة وفيها رب يكون له مقر في السماء هذا الذي نسميه نعم الحلول أن يحل أن يحل الإله في جسد أو في إنسان أو في سماء أو في أرض على الحقيقة هذا هو الحلول وعقيدة الحلول ما قال بها إلا جهول وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد إذن يلزم من قولكم يا أشعرية أن الله في كل مكان إلزام أغبى إلزام الجهمية ما لماذا الجهمية؟ الجهمية للطائفة كافرة إذا كان الأشعرية ينفون أن يكون الله في مكان هل يلزم منه أن يكون في كل مكان؟ ما هذا الهراء؟ إذا لم تكن طالبا في هذه المدرسة فأنت طالب في جميع هذه المدارس إيش هذا الكلام؟ لا تلازم دعني أيضا من هذا نعود إلى أمرين الأمر الأول النصوص التي جاءت في العلو الذي هو محل النزاع ونأتي بمثالين ذكرتهما في تسجيلات أخرى الأول العلو والفوقية خاصة أن الوهبية يتاجرون بها العلو والفوقية نسب إلى الله حقيقة تمام؟ يعني نسبة ليس ظاهر اللفظ أراد به الله تعالي قال سبح اسم ربك الأعلى جميل جدا فرعون ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى إذن ما العلو الذي يريده فرعون وهو العلو المناسب للربوبية؟ ما هو؟ أنه في طابق مرتفع جدا والناس دونه؟ هل هذا الذي يريده فرعون؟ أبدا ماذا يريد؟ العلو المادي أم العلو المعنوي؟ العلو المعنوي طيب الله وصف نفسه بنفس الطريقة قال سبح اسم ربك الأعلى لكن سبقها بكلمة سبح يعني حتى تنزهه عن صفات الحادثات خذ الفوقية الفوقية الله سبحانه نسب إلى ذاته الفوقية في أكثر من آية خذ مثلا وفوق كل ذي علم عليم الله فوق الخلق سبحانه وتعالى وفرعون نسب إلى نفسه الفوقية وهو أيضا مدعي الربوبية ماذا قال عن بني إسرائيل؟ وإنا فوقهم قاهرون لاحظ العلو والفوقية نسبت إلى الله والعلو والفوقية نسبت إلى عبد يدعي الربوبية والألوهية ماذا نفعل؟ إذن بلسان واحد بطريقة واحدة فالعلو هنا هو العلو هنا كما يفهم العرب في لسانهم طيب يا أخي لماذا تنفي عن الله المكان؟ أقول لأن هذا دليل نقص هل عرفته بعقلك؟ لا عقلي أحد الأدوات عرفته بالشريعة كيف عرفته بالشريعة؟ في الحديث الصحيح الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه إذن كان الله ولا يوجد معه شيء أصلا أصلا كان أعلى أم لم يكن؟ هل حدثت له صفة العلو؟ بعد خلق السماوات والأرض والعرش الآخر أبدا إذن علوه ذاتي هذه واحدة الثانية ما هو أول مخلوق؟ السنة الوهابية ما هو أول مخلوق؟ طبعا يحشدون هذا الحديث طبعا أول ما خلق الله القلام أم أول ما خلق الله القلام؟ الروايات الصحيحة التي يستدل بها الوهابية على أن هذه أول ما خلق الله ليست على الظرفية تمام؟ يعني أول شيء خلقه الله هو القلم عد إلى تفسير ابن كثير عند قوله تعالى نون والقلم وما يصطرون وانظر الروايات التي حشدها ابن كثير ليبرهم بها على أن ماذا؟ على أن أول مخلوق هو القلم جميل جدا إذن أول شيء كان الله ولا شيء معه ثم خلق الله القلم ثم خلق الله العرش إذن العلو لم يستجد لله سبحانه ولذلك عبر عنه بالصفة المشبهة الأعلى وهو العلي العظيم لم يقل عال باسم الفاعل حتى يكون مرتبطا بزمان أو مكان طيب إذن اعتمدنا على الناس ليس فقط ليس كمثلي شيء خذ مثلا جاءت السيدة فاطمة كما رواه ابن حبان باسنادين الصهيانة بهريرة جاءت السيدة فاطمة عليها السلام إلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها السلام ليس يعني شيعي لا أنا سني بكري عمري بس عليها السلام هكذا لأنها بضعا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا بد أن نؤكد على كل حاجة لأن هناك من يتصيد خلفنا جاءت السيدة البضعة الشريفة عليها السلام إلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يعني إذا قلنا يا رب أداة نداء يا رب السماوات يا رب العرش ربنا ويجوز تقول ربنا يعني هو ربنا على كل حال ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يا عرب يا وهابية يا من تنكرون المجاز ماذا تفهمون وماذا يفهم العربي الظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء يعني ما في فوق ولا تحت بالنسبة لله سبحانه على الحس إنما الله هو الفوق بلا شك على المعنى ليس الحس منزل التوراة والإنجيل يعني إلى آخره باقي الحديث يعني دعاء لاحظ افتراض أن أهل السنة والجماعة الأشعرية يقدمون عقولهم ولا يأتون بالنصوص هذا افتراض باطل خذ مثلا ما أخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن قال سأل أصحاب النبي أين ربنا فأنزل الله تعالى عليه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قف هنا معي قليلا السائل من هو الصحابة المجيب من هو الله لما تركت جواب الله جل جلاله حينما سأل الصحابة أين ربنا وتمسكت بالسؤال الذي سأله النبي والذي أجابته جارية مشكوك في إيمانها إذ لو كان مقطوعا بإيمانها لما سألها يعني أنت الآن تقدم سؤال الجارية يسأل رسول الله والبسؤول هو الجارية وتدع السؤال الذي سأله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والمجيب هو الله والسؤال نفسه أين ربنا أين ربنا طيب سيقول لي القائل من الوهابية جاء في بعض الروايات فوق العرش واستوى كله صحيح كله جميل لكن الفوقية التي ذكرناها قبل ذلك التي تناسب مقام الخالق التي ادعاها فرعون لنفسه نعم الآن نقرأ كلام أهل العلم أو ما تيسر منه قال الإمام هنا الشيخ الإسلام النووي رضي الله تعالى عنه قال قوله صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان يريد ماذا التوفيض الذي عليه إجماع السلف بلا نزاع كما بينا ذلك وأن هذا هو مذهب السلف أو التاويل بما يناسب المقام أحدهما يؤكد عليه الإيمان به من غير خوض في معناه كما كان السلف لا نخوض في معناه آه الوهب يسمونه الجيل يرفضونه مع اعتقادي أن الله تعالى هذا ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقين من سمات المخلوقين ماذا الحادثات والعلو والنزول الحسي والثاني تأويله بما يليق به فمن قال بهذا قال كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصل استقبل الكعبة وليس ذلك يعني يراد أن يفصل أن يفصل عن حقيقة حالها ليس أنها تعتقد أنه في السماء فهذا يكفي في الإيمان لأن قلنا الوهابية يقررون إجماع الناس ليس المسلمين على أن الله في السماء حقيقة إذن ماذا يستفيد مادام هي مشركة والمشركون يعتقدون الله في السماء فلماذا يسأله أين الله لماذا يعني يريد أين معبودها الذي تتوجه إليه هل هو إله أم مخلوق نعم لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين سيروها بيقول لم يرد تمام لم يرد إجماع الأمة على هذا كاف لأن التوجه إلى الله سبحانه هذا مكان شريف ومعظم عند الله سبحانه وتعالى طيب كما أن الكعبة قبلة نعم أو هي من عبدة الأوثان فلما قالت في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان قال القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين قاطبة اسمع يا أخي اسمع وعي وانتبه جيدا ماذا يقول هذا الإمام العالم العالم المحدث الإمام القاضي عياض ماذا يقول لا خلاف بين المسلمين لا خلاف بين من بين المسلمين لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الوالدة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها بل هي متأولة عند جميعهم يعني جميع أهل الإسلام يتأولونها ولا يجعلونها على ظاهرها فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف ها يمكن فوق من غير تحديد ولا تكييف ها من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء أي على السماء ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولها تأولات بحسب مقتضاها قال ويا ليت شعري ما الذي جمع ما الذي جمع أهل السنة والحق كلهم لماذا اجتمع كلهم على هذا على تحريم جمع أهل السنة والحق كلهم على الإمساك على الفكر في الذات ها وسكتوا قال لحيرة العقل العقل يتحير لا يمكن له أن يصل إلى حقيقته لأنه لا يعلمه واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل وأن ذلك من وقوفهم وإمساكهم غير الشاك في الوجود والموجود لا يشك فيه لكنه لا نعلمه على الحقيقة سبحانه وتعالى وغير قادح في التوحيد بل هو حقيقته ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا التسامح وهل بين التكييف وإثبات الجهة فرق لكن يطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القائر فوق عباده وأنه استوى على العرش مع التمسك بالآيات الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره وهو قوله تعالى ليس كمثل شيء عصمة لمن وفقه الله تعالى الذي تمسك بهذا عصمة وهذا كلام القاضي رحمه الله إذن لاحظ أن المسلمين جميعا متفقون على أنها ليست حسية ليست مادية فالمجسم الذي يقول لك وفوقية حسية مادية هذا خارج عن إجماع المسلمين الذي يقول بالجهة ويراد بها الجهة المعنوية يعني ليس جهة مادية لماذا؟ لأن الجهات أصلا نسبية هذا إلى باقي الأدلة الكثيرة التي تتحدث في هذا الباب مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري إذا توجه أحدكم فلا يبسخ تلقاء إذا صلى أحدكم فلا يبسخ تلقاء وجهي فإنه يحدث ربه أمامه كما قال يعني بهذا المعنى وبقوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد يعني بلا شك أن الساجد بالنسبة للمكان أبعد عن الله أما بالنسبة للمكان هذا هو المراد فالقرب والبعد بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس قربا حسيا والسماء بالنسبة لله جل جلاله ليس ماء لأن مادة مخلوقة ستزول إذا السماء انشقت إذا السماء انفضرت فإذا السماء انشقت فكانت وردة كالدهان هذه تزول وهي مخلوق من مخلوقات الله بل أخبر الله سبحانه وتعالى بأن السماوات جميعا مطويات بيمينه كيف يكون في السماء والسماوات مطويات بيمينه كيف تقول كيف أقول لك الآن أنت حينما جعلت الله في السماء حقيقة وآمنت بأن السماوات مطويات بيمينه حقيقة تناقض الكلام لا محالة ولو كان من عندي غير الله لا وجد فيه اختلافا كثيرا لكنه من عندي الله فلا يوجد فيه اختلاف إذن السماوات مطويات وكل من في السماوات إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد فكل من في السماوات هو عبد لله سبحانه وتعالى كما أخبر الله سبحانه وتعالى وأقف عند ظاهره أنا هنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آته يوم القيامة فردا إذن ما دام في السماوات أو في الأرض إذن هو عبد هذا ظاهر القرآن السماوات جميعا مطويات بيد الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله سبحانه وتعالى فالذي يتزيد والذي يجعل هذه المتشابهات معيارا لتمييز إيمان المسلمين فهذا إنسان ضال يخالف الحق ويخالف الهدى النبي عليه الصلاة والسلام سألها لتعرف من تعبد تعبد الله أم تعبد غيره أما كونه في السماوات خلاص إذن تعال أنت إلى أي إنسان موجود في الأرض يهودي أو نصراني أين الله في السماء تمام هل محمد رسول الله؟ نعم رسول إذن أنت مؤمن جرب أنت هل هذا يقبل في الإيمان؟ لا إذن هذه من المتشابهات التي يتمسك بها الوهابية من أجل تفريق كلمة المسلمين فالله سبحانه وتعالى إن سئل عنه بأين؟ فهذا سؤال يحتمل إما المكان وقد علمنا استحالته فلم يبقى إلا المكان فيريد أن يعلم من هو معبودها هل هو الله؟ أم مخلوق من الأصنام وغيرها تتوجه إليه؟ نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية وأخذ أعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه السلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر